جزيلاً أستاذة لطيفة الصديقة والكاتبة والإنسانة قبل كل شيء شكراً لهذا التقديم وسأكون مقتضب فيما يتعلق بالموضوع الندوة وهو تقديم الدعم لكتاب والمبدعين بصفة عامة نقول بكيفية عامة في الفترة الأخيرة حدث تخوف من انحصار للقراءة بسبب الشبكات الاجتماعية بسبب هذا الشبكة العنكبوتية ولكن الواقع يبرهن أنه هذه مجرد تخوف لا معنى له حضرت اليوم الأخير للقراءة في المغرب في مسرح محمد الخامس فوجئت بأن هناك طفل عمره تقريباً في حدود عشر سنوات أو ربما أقل تسعة سنوات أو شيء من هذا القبيل قرأ سبعين كتاب طفل ليشارك في تلك المسابقة الإشكال ليس انحصار القراءة أنا أقول بأن المشكلة الكبرى وحتى كممارسة الآن في عدد من الكليات والمؤسسات المشكلة العامة هي مشكلة التعليم الذي يجعل من القراءة كأنه عمل زائد بينما القراءة الكتاب والكلمة المكتوبة والقراءة هي الوعي ولذلك أود أن أتحدث لكم عن نظرية كانت محور لطروحة جامعية في جامعة ميريلاند قلت فيها الجامعات الأمريكية لابد أن تأتي بنظرية نظرية حتى تمنح لك شهادة الدكتوراه فما هي النظرية؟ سميتها نظرية الطوابق الست ولها علاقة في نهاية الأمر بموضوع القراءة لماذا؟ في الولايات المتحدة هناك ضريبة لدعم التعليف والكتابة ضريبة وأصعب جريمتين في أمريكا هو أن لا تؤدي الضرائب وأن تكذب هذا أصعب فبالتالي عندما نقول ضريبة بمعنى أي جهة مطلوب منها تؤدي هذه الضريبة سواء كان أشخاص معنويين أو أشخاص ذاتيين لا بد أن يقوموا بذلك ولذلك الكتاب منتشر سأعود للنظرية ولكن سأعطيكم مثال كاتب ربما سمعت بي هو بوبو دوارد بوبو دوارد كاتب صحفي عندنا نقول كاتب يعني يصدر كتب إضافة إلى الممارسة المهنية أسقط رئيسين في تاريخ الولايات المتحدة أسقط ريتشارد نيكسون في قضية ووترغيت وأسقط دونالد ترامب في التصويت جعل 27% من مؤيدي لا يصوتون له في الانتخابات التي مضت أصدر هذا العمل الاستقصائي في كتاب فير أي الخوف هذا الكتاب باع في يوم واحد في أمريكا مليون نسخة 38 دولار يعني 30 مليون دولار في يوم واحد لكاتب فأرسلت له رسالة طبعا تعرفت عليه خلال سنواتي في أمريكا فمن جملة واحدة قلت له بوبو بيكيم ريتش لقد أصبحت ثريا فجوابني قال لي بأن جورناليزم هات بيكم ريتش جورناليزم هات بيكم ريتش بمعنى للصحافة والكتاب هو الذي يتصوروا معي أنه وهذا ما أنا أتمنى أنه كاتب في يوم واحد يضع في جيبه 30 مليون دولار أنا عليها شخصيا فكرت فيها لو قلست نحسب فيها حتى نموت ما قدش نقدر نحسبها لأنه رقم خرافي وأعود إلى النظرية النظرية قلت بأنه المجتمعات تعيش الراقية تعيش في ست طوابق المتخلفة تعيش في بعض الحيان في طابق واحد ما هي هذه الطوابق؟ الطابق الأول هو الشعوب التي تستهلك الشائعات وشعوبنا في العالم العربي الحمد لله كلها تستهلك في الشائعات يفترض أن يصعد هذه الشعوب إلى الطابق الثاني الطابق الثاني يفترض أن تكون فيه الأخبار المؤكدة أي المعلومات إذا صعدنا إلى هذا الطابق بالتأكيد حتما سنصعد إلى الطابق الثالث عفوا في الطابق الثاني فيه الأخبار غير المؤكدة التي هي مثل الشائعات في الطابق الثالث الأخبار المؤكدة أي المعلومات لا بد أن نصعد إلى الطابق الرابع وهي المعرفة لأن القراءة تولد المعرفة knowledge إذا وصلنا إلى الطابق الرابع وصعدنا إلى الطابق الخامس عندما تتراكم المعرفة تخلق ماذا؟ تخلق وعي في الطابق الخامس يوجد الوعي إذا فعلا أصبحنا عندنا هذا التوصيف في الوعي في الطابق الثالث يتحول إلى التحضر لذلك أقول وجبت هذا المثال شعوب سكندنيبيا هي الأكثر رقيا في العالم لأنها الأكثر شعوب التي تقرأ على الرغم أن لغاتهم غير متداولة المتداولة عندنا هي الفرنسية الإنجليزية الإسبانية البرتغالية في العالم التالي فيقرؤون بواقع ست ساعات في اليوم الأمريكي يقرأ أربع ساعات في اليوم في العالم العربي يقال بأن القياس دقائق يقرأ خمسة أو عشر دقائق وفي الغالب ماذا الآن ما هي وسيلة القراءة؟ قراءة هي الهواتف المحمولة نحن نقرأ هواتفنا المحمولة من الصباح إلى من الاستيقاظ إلى النوم هذا الأمر طبقاً لهذه النظرية لا يمكن أن يكون هناك وعي وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أصلاً تحضر ولا يمكن أن تتراكم المعرفة أقول لكم بكل صدق يجي طلاب لدراسة الصحافة في المعاهد العليا وفي الكليات على الأقل التي أدرس فيها إذا سألت الطالب وهو يحمل البكالوريا ما هو الكتاب الذي قرأته ويخل لك اللص والكلاب كتاب واحد وهذا اللص والكلاب لأنه مقرر في البكالوريا يعني كيأتي بكتاب واحد طيلة الدراسة فإذا مسألة دعم مسألة دعم الإبداع سواء كان شعراً أو روايةً أو قصة أو نقداً أو شيء من هذا القبيل ليست عملية إحسانية إنما هي عملية من أجل خلق الوعي في المجتمع أقول بأنه المسألة ليست يعني هذه المؤسسات يفترض أن تقدم الدعم للإبداع ولكل ما له علاقة بالإبداع للكتاب إلى ما إلى ذلك على اعتبار أنه هذا واجب يعني وليست مسألة تتكرم بها على المؤسسات لن أطيل أريد أن أختم بشيء كتبته يعني وأنا جارس في هذه الجلسة المباركة أنا أقول بأنه الشعر والكتابة والإبداع هي لغة الروح وهي لا تخاطب العقل هذا في رأيي لأنها تخاطب الدواخل وإذا تخاطبت الدواخل تتحول إلى صور ذهلية وبالتالي تبقى راسخة في أذهالنا لهذا السبب لدي شخصيا نوع من أكثر من الإعجاب بشعراء المعلقات الذين للأسف يطلق عليهم شعراء الجاهلية أي جاهلية هذا كان علماء ولهذا السبب لهذا السبب أقولها لكم اسم ابني امرو القيس تيمنا بالشعر فعندما سألني قال لي عندما شب من الطوق وسألني وقال لي لماذا أطلقت علي هذا الإثم قلت له تأمل معي هذا الرجل اللي قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجابه ونائبك الكلي ألا أيها الليل الطويل وألنجلي بصبح وما الأصباح منك بعمثلي وش هذا بشر ولا شيء آخر هذا تصوروا معي شعر يصف طول الليل بنهوض الجمل وفعلا الجمل أكثر حيوان بطيء في النهوض شاعر آخر فلو كان عند لي آخر كنت أسمي عليه وهو عن ترى قال وَلَقَدْ ذَكَرْتِكُ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِلٌ وَبِيضُ الْهِنْدُ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي فَوَدَتُ تَقْبِيلَ السِّيُوفِ لَأَنَّهَا لَمَعَتْ كَبَارِغِ ثَارِكَ الْمُتَبَسِّمِيُ وش هذا كلام ولا الرصاص ولا قنابل ولا حياة لا تفهموا صراحة ففي تقديري أنه نحن نعيش مع هؤلاء لأن كان هذا هو هي الكلمة وهو الإبداع الحقيقي وأنا دائما أقول بأنه كيف يعقل أن يفسر هذه خاصة المعلقات بعض الأساتذة من احترامي للجميع من المتحفظين كيف يشرحها للطلبة يعني عندما جمع عمرو القيص هذا سأختم به في بيت جمع ما بين العشق والأمومة قال وَلَمَّا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحوله شنو هذا الجنون هذا فماذا إذن المفترض من يكتب هذا أتحدث عن الشعراء وعن المبدعين يجب أن ليس فقط يعطوهم دعم ولكن في تقدير أي من كتب قصيدة أو كتب كتابا يجب أن يتفرخ ويعطى له راتب هذا هو المنطق والشيء المعقول وهذا الذي يحدث في الأمم في سكندينيفن أنا 11 شهر عشت في السويد هذا الذي يحدث يقدم لهم منحة إبداعية حتى للكتابة ويتفرغوا لذلك شكرا لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر